كم أرباح المشاهدات في تكتوك أو كم أرباح المشاهدات في ميزة الابداع التجريبي كنا سارحين سابقا عن ميزة الابداع التجريبي وطريقة تفعيلها وطبع هل هذه الميزة متوفرة في الدول الأوروبية أو من الموجودة في شمال أفريقيا كنت شارحها بمقطع السابق وطريقة الحصول عليها والآن سنشرح أرباح من هذه المشاهدات أو كما يستمر بعض الناس كميات كبيرة من الأرباح الآن راح نشرحها بعد ما شرحنا طريقة التفعيل أو طريقة الحصول على حساب الآن راح نشرح كم أرباح المشاهدات مثل مشاهدين بعد ما نحقق الشروط طبعا وتبلش تربح بشكل نظامي راح تبلش تعرف أنه الربح من برنامج البداية التجريبي يكون على عدة طرق فحسب الدول اللي مشاهدها مقاطعك فإذا كان أغلب جمهورك من دول أوروبية فيكون الربح تقريبا جيد ولكن ممثل الربح من يوتيوب أما إذا كانت المشاهدات جاي من الدول العربية أو بعض الدول العربية لأساسا ما بها ربح أبدا مثل سوريا أو مثل العراق يكون بها أرباح قليلة جدا أو لبنان لكن إذا كانت مشاهداتك من الخليج راح يكون بضع الشيء يعني شيء جيد فتلاقى الأرباح عندك على حسب كل مقطع حسب مشاهدات كل مقطع من أي جهة جاهية فأما يكون الارتفاع عالي جدا أو يكون انخفاض جدا لدرجة توصل للصفر ولا شيء تربح أبدا ولكن حسب هذه التقديرات فيكون المشاهدين الأكثر يكونوا جايين من أوروبا راح تكون الربح عندك أفضل من الربح من المشاهدات من اللي جاية من الوطن العربي فهي هاي الربح من المشاهدات ما تقدر تقدروا على شكل محدد أو معين لا راح تكون بشكل شهري تقريبا فيكون حسب متوسط المشاهدات فإذا كنت الربحة بشكل كبير في يوم وبيوم ثاني تلاقي أنه نزل لحد الصفر فكل فيديو يقدر يحدد هو كم تربح على حسب المشاهدات اللي جاهية على الفيديو من أي دولة ومن أي منطقة تقريبا وبس وطبعا بيه ربح من طريقة الهدايا فيكون هذا يزيد أيضا من ربح الفيديو وتقدروا تشوفونا الشرح السابق عن برنامج الابداع التجريبي وبس وسلامتكم شكرا